مرحبا عند اللي ذي لأشاب لطيفاننا رساق ترحيب على النوم ما سوى الصوت وصداها محفل اللي فسعي تبطي بمر رهنالي شارع المواقف دوناها سالم على الفعل احتفاها تستوى القفال لك عيلة مع قد حشرار لستوى صوت على البشرة بنده وحتلا بسبق من فعلها صيت ومواقف وبطار وعززها لا تحت انتحن وميس نيدها مرحبا عند اللي ذي لأشاب لطيفاننا رساق ترحيب على النوم ما سوى الصداها قدم الفجال اللي نحشبه على اعتبارها أي من جمل بجي ليلة الخير ولفاه محفل اللي فسعي تبطي بمر رهنالي شارع المواقف دوناها صالف على الفعل احتفاها فيه من عف والفضيل وفيه من قوة الجسار مرجلته نجاد لأفعل حي الله نباه جاي منها قواته بصر لا تتجدى حصدارة عندها العزمة ثقيلة ووقفتنا من فداها لا نصي سلت لحاجة كنك تقول البشارة كل صعبة عند سالم بالمواقف من تهاها والله النبوه للفزعة سوى العزة شعاره عادل لكل وقف لا تعز ويتهدره هوبو سالم عمد للوفا سبع ربعه وجاره كل نقمه من فخر يمناه بالفس عارقه أشهد انعادل على طبع الوفا حافظ وقاره هوبو سالم لو قفلك تجلي الضيق وراه جنده اللي يا عسل فردوس بيعاده وداره صيت عباس فعوله الضيق والخير ووفاه سالم أهل المجلة والفخر ورجال النماء سالم اللي تكرم المجوب وتكرم لحاح وجنده محمد على النماز ما غير بساح يجعل ربي يرحمه بضروب وطيبك تمشاه تستوي القيف فالك حيله مع قدح الشرار لست وطوت على المشرب من ناو فلاه بسبقه من فعلها صيت ومواقف وبطار هو نزالها تحت انتحن وميس اليداه مرحبا عند الاذي لا شبل ضيفة ناره ساك ترحيب على النماز والصوت وصداه قدم الفنجال اللي نحشمه على اعتباره عيب نجمل بجيلة الخير ولفاه محفل اللي فسع تبطيب برهن الإشار هالمواقف دونها سالم على الفعل احتمال فيه منعف والفضيل وفيه منفق والجسار مرجلت هنجاز لا لفعل حي الله نباه جاي منها قواته باصم لا تتجتاح الصدارة وعندها العازمة تقيل ووقف تلا نزبداها لا نصيت لتلحاجة كنك تقول الفشارة كل صعبا عند سالم فالمواقف منتهاها والله النبوه للفسعات والعزى شعاره عادل اللي كل وفه لا تعز ويتهدراه هوبو سالم عبن للواتف عربعه وجاره شنك ما منفخر يناه بالفسعار قاه أشهد العادل على طبع الوفا حافظ وقاره هوبو سالم لو قفل اقتت لي اضطيق وراه جند هلية عسل فردوس في عاد وداره صيس عباس فعول الطيب والخير وفاه سالم أهل المرجلة والففر ورجال النماء سالم اللي تخرب المجوب وتكرّب لحاه وجزده محمد على النماز ما غير بساه يجعل ربي يرحم الغذروب وطيسك يتمشاه خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد